في قمة عربية أمريكية خليجية ناجحة كان لابد أن يتوقف هنا بيت للكل بيت للكل كان يتابع هذه القمة وكأننا جزء من هذه القمة لأننا شعوب عربية نتابع كل ما يحدث وكان الفقر بأن هذه القمة العربية لقادة الخليج العربي وأيضا بالانضمام لجمهورية مصر العربية والعراق والأردن كان لها تأثير كبير في حضور الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية لهذه القمة نتحاور الآن مع الكاتب الصحفي والأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية مساء الخير سنور سيد الشبكة يعني الحقيقة يمكن الشعوب العربية هنا أتحدث عن الشعوب العربية لأنه الشعوب العربية تتابع ما يحدث في العالم بشكل عام وهذه القمة تحديدا كان لها تحضيرات إعلامية وسياسية وموضوعات وأشياء كثيرة وقيل وقال فكان الانتظار ماذا سيحدث في هذه القمة وكيف سيكون شكل الدول العربية وكيف ستتحاور مع الإدارة الأمريكية في ظل أزمة عالمية كبيرة مجموعة من المتغيرات حضرتك طرحتها أهمها التحديات التي كانت بتواجه الدول العربية والعالم قبل نعقاد القمة هي تحديات تقليدية وتحديات غير تقليدية تحديات التقليدية تفجر النزاعات والأزمات سواء في الداخل الدول العربية أو على مستوى العالم وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية لو بتكلمها على تحديات غير تقليدية بالطبع قضية المناخ وقضية الإرهاب وقضية الصحة نتيجة جائحة كورونا كل هذه تحديات غير تقليدية كانت بتعترض جميع دول العالم وبالتالي زيارة لحجم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبرها الدولة الأعظم في العالم زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت من أجل محاولة حل حالة والوصول إلى حلول مناسبة تتمكن من خلالها الدول المشاركة في هذه القمة من مواجهة هذه التحديات على المستوى الإعلامي الحقيقة كان في مجموعة من التوقعات التي سبقت هذه القمة في أغلبها كانت طرحة للرؤية الغربية الأمريكية لهذه القمة وما يمكن أن ينتج عنها والحقيقة أن ده عمل نوع من أنواع لاستقبال السيء في الشارع السياسي ما كانوش متوقعين أن تذهب القمة إلى مثل ما تم ترديده قبل أن عقادها لكن مع عقاد القمة وبدء جلسات أعمالها منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرت لها تغيرت كثير من الانتباعات لدى الشعوب العربية وتأكدت الشعوب العربية أنها لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية وأن القادة العرب اجتمعوا على ألا يتفرقوا مرة أخرى وده كان واضح تماما في الخطابات التي تم إلقاءها خلال جلسات القمة خلينا نأخذ هذه المحاور لأنها محاور كثيرة ونقاط كثيرة خلينا نأخذها بالتحليل يعني حتى نقترب إلى شارعنا العربي ودولنا العربية أولا هتوقف عن بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كلمة مصر كلمة مصر كانت معنونة بأكثر من محور والمحاور كثيرة جدا وأعتقد أن السيد الرئيس قدم فيها رؤية مصر يعني كيف ترى هذه الكلمة والمحاور التي تحدث فيها سيدة الرئيس طيب هي كلمة للتاريخ سيسجلها التاريخ في هذه اللحظة الفريقة التي يمر بها العالم كلمة عبر من خلالها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي عن طموحات الشعب المصري وطموحات الشعوب العربية في محاور خمسة رصخها فخامة الرئيس بعد أن استعرض الظروف الأنية التي يمر بها العالم والتحديات التي يواجهها العالم سواء تحديات مناخية، تحديات صحية، تحديات أمنية، تحديات غير تقليدية بتمر بها الدول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف ستسل الإندال والتوريد وارتفاع معدلات التضخم ومن ثم كانت الحاجة إلى من يرشد الخطاب ومن يعقلن الخطاب بعيدا عن تصورات مسبقة كانت توضع حول هذه القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في خلال المحاور الخامسة التي ترحاها سيادته وعلى أن قضية الأم والمحور للعرب والدولة المصرية وهنا نتوقف عند الدولة المصرية لأنها الدولة التي لا طالما قدمت التضحيات سواء تضحيات بشرية أو تضحيات من أراضيها جراء الصراع العربي الإسرائيلي ولكن كلمة فخمة رئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة أنه لا تنازل عن حل القضية الفلسطينية وفقا للمبادر العربية ووفقا للقرارات الشرعية الدولية وإذا كان أمر مهم جدا في هذه اللحظة أن يعلم صانع القرار ومتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك خطوطا حمراء حول هذه القضية وأن العرب لن يفرطوا في هذه القضية بعد أن تماهت هذه القضية في توقيت ما من فترة من 2011 إلى 2015 قبل أن يحيئها مرة تانية عبر التوافق المصري في فرنسي وإعادة طرح القضية الفلسطينية على العالم مرة أخرى من عام 2015 بعد استعادة مؤسسات الدولة المصرية الأضياء الثانية التي تتحدث بها فهمة رئيسة عرفتاح السيسي كانت تتعلق بالدولة الوطنية والدولة الوطنية العربية في مرحلة مهمة جدا تحتاج من خلالها إلى عملية تنمية وإصلاحات سياسية وإصلاحات هيكلية ومرعاة التعدد للطبقات بنتكلم على الفئات المجتمع بنتكلم على المرأة بنتكلم على الشباب أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية إصدار التشريعات التي تلائم تمكين كل هذه الفئات في المجتمع من حقوقها إلى جانب قدرة على مواجهة التحديات عبر تشريعات تمكن كل هذه القطاعات من مواجهة التحديات المختلفة التي نتكلم فيها ومن ثم أهمية وجود دولة وطنية قادرة على الزود عن قدرات شعوبها الحفاظ على مقدراتهم وفي نفس الوقت تستطيع هذه الدولة الوطنية أن تقف بالمرصاد لأي ما يهدد حدودها أو يهدد شعبها الأمر الثالث الذي انطلق له سيادة الرئيسه كان مرتبط بالأمر السابق وهو في حقيقة استدعاء مهم جدا الأمن القومي العربي هذا مصطلح أعيد له الاعتبار مرة أخرى في هذه القمة وكان الفخامة الرئيس عرفتاح السيسي الفضل في ذلك ويمكنها نستعرضه من خلال مجهودات سيادته التي عملها قبل القمة لكن اللي بيهمنا أن عدد طرح الأمن القومي العربي ارتبط بأن هذه الدولة العربية قد اجتمعت وهي تعلم تماما التهديدات المحيطة بيها وهي قادرة على تجاوز هذه التهديدات بفعل قدرتها على التعاون وقدرتها على الشراكة تحقيقا لمبدأ المكسب للجميع الذي أقره الرئيس عرفتاح السيسي في أكثر من مناسبة الأمر الرابع كان يتعلق بالإرهاب والإرهاب هي قضية استراتيجية عالمية قضية تهدد العالم بأكمله قضية ينبغي أن ينظر لها العالم باعتبرها تهديد استراتيجي حقيقي لكل مقدرات شعوب على مستوى العالم ومن ثم ينبغي على العالم أن يتفهم وجهة النظر المصرية التي أخذت من الدعوة للسلام منهجا لها ومن المطالبة بوضع حدود لهذه الظاهرة الإرهاب تعرفها دوليا التعامل مع الدول التي تقف حول الإمدادات التي يتم من خلالها مد التنظيمات الإرهابية سواء بالدعم اللوجيزتي أو بالدعم المادي أو عبر مواقع الإلكترونية أو عبر مراكز الأبحاث التي تنتج الأفكار التي تمكن من خلالها تجنيد العناصر المتطرفة وكان الأمر الأخير إعلاء مبدأ المسؤولية الدولية المحور الخامس كان إعلاء مبدأ المسؤولية الدولية والمسؤولية الدولية هنا تضع الدولة العظمى وباقي دول العالم في مصاف حقيقي للانتباه والالتفات إلى مسؤولياتهم تجاه ما حدث في البيئة العالم ما حدث في الكوارس الصحية التي مر بها العالم نتيجة سياسات وممورسات دولية لم تراعي العدالة البيئية ولم تراعي العدالة المناخية ولم تراعي العدالة الصحية ولم تراعي العدالة التنموية حتى يعني نتكلم على التنمية المستدامة هم في مساحة مختلفة خالص عن بقية الشعوب ومن ثم المسؤولية الدولية هنا تقتضي أن يستمع لسلط العقل وأن يكون هناك تضافر من أجل القدرة على عبور هذه التحديات التي يمر بها العالم وفي قلبه المنطقة العربية أكيد يعني دي كانت الحقيقة من أهم المحاور اللي أنا كنت بتتصور أنه سيد الرئيس هنا كمان يضع خطوطاً تحت كل هذه المحاور ويوجه هذا الكلام إلى الإدارة الأمريكية بصفتها زي ما حضرتك شرحت وقلت هي أيضاً من الدول الكبرى التي من المفروض أنها تنظر وتراقب وتحاول أن تجد حلولاً أيضاً هذه الكلمة للتاريخي وزيزة شبكي التي ألقاها خمط رئيسة التحسيسي يمكن أن نعنوانها بأنها ندية الشراكة ندية الشراكة أنا عجبني العنوان وندية الشراكة معناها بأننا يعني كمان نقف معهم ونتحور بصوت عالي ونطلب مسؤوليات أكثر من الإدارة الأمريكية السيد الرئيس تحدث أيضاً عن الإرهاب والميليشيات الموجودة في كان عدد من الدول العربية ومحاربة مصر والعالم العربي للإرهاب وفي نفس الوقت نحن نرى القضايا الفلسطينية كما هي لم تحل ولا يوجد حلول هي الدولة الوحيدة المحتلة الآن في العالم أكثر من 70 عام بنتكلم عن القضايا الفلسطينية وعلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كيف رأيت أيضاً كلمات عدد من القاضى العرب والسيد الرئيس بحضور وتحديد للقضايا الفلسطينية بأنه لابد أن يكون هناك حل لهذه القضايا الفلسطينية خاصة بعد زيارة جو بايدن لإسرائيل يعني خلينا نقف هنا ونشوف الطموخات العربية والأفكار الأمريكية الوقت المتحدة الأمريكية كانت قادمة إلى هذه القمة باعتبرها قادرة على إملاء اشتراطاتها تصوراتها عن الإقليم ولكن هي فوجئت بتنصيق عربي مسبق متوافق على أجندة عربية تحقق المصالح الوطنية والأهتف القومية للدول العربية والشعوب العربية حقها العادل في التنمية حقها العادل في الاستقرار حقها العادل في الأمن وهي أمور ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتفهمها زيارة متأخرة جدا لأن جو بايدن يأتي إلى المنطقة بعد عام ونصف تقريبا من وصوله إلى منصب الحكم أو إلى صدة الحكم زيارة اتأخرت كتير ولكن يتفحى الأزمة التي أوقع العالم فيها نفسه عبر الدعم المطالب الأوكرانية التي أدت إلى تفجير الأزمة الروسية الأوكرانية في النهاية والتي طالت ضررها العالم أجمع مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت زيارة رئيس بايدن إلى المنطقة هل ممكن استأذنك وقول ناخد قصين ونقول بأنها زيارة طرارية؟ آه زيارة طرارية تقدر يا حالك تقول عليها زيارة طرارية زيارة طرارية يجرى من خلالها إعادة رسم شكل الأخير مرة أخرى وفقا للتصورات الأمريكية أمر لا يراعي التضامن العربي أمر لا يراعي التحركات العربية على الأرض أمر لا يراعي مصالح الشعوب العربية ومصالح الدولة الوطنية العربية الولايات المتاحة الأمريكية دائما أبدا معنية بأمرين من المنطقة العربية الأمر الأول تحقيق الأمنة والاستقرار لدولة إسرائيل وتوفير الدعم الكامل لها في كافة المناحي الأمر الثاني يتعلق بضمان تدفق النفط من المنطقة العربية دول الهاجسين الرئيسين اللي دايما بيتركز عليهم الولايات المتحدة الأمريكية دول الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية يمكن إضاف لهم مؤخرا وده أمر كانت طرحته للصدفة يعني خلينا نقول للصدفة بحيثة أو نائبة كانت موجودة في الكنيسة الإسرائيلية اسمها كيسينا سيفيتلوفا كانت نائبة في الكنيسة الإسرائيلية عن حزب العمل وتحدثت عن الفراغ في المنطقة العربية وأن ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تسمح بوجود هذا الفراغ لكي لا تملأه روسيا والصين وإيران الحقيقة أنه الغريب أن بايدن قال نفس المصطلح تاني في قلب القمة وفي قلب كلمته أنه لا يسمح بهذا الفراغ الأهداف كانت واضحة تماما أن الثلاث أهداف دول كانوا على الجندة الأمريكية حاولوا يصغوهم في مجموعة من المبادرات مجموعة من الأفكار انتهت في النهاية إلى تقديم دعم يعني لا يكرم بالمجهود لعملية الدولة المصرية في إعمار غزة وفي دعم الشعب الفلسطيني لكن في النهاية لنبغي أن نتأكد أن الأهداف الأمريكية كانت واضحة تماما الأهداف العربية كانت واضحة تماما ولكن التنسيق العربي كان أقوى بكثير من أي مرحلة سابقة وأكد على أن الصوت العربي قادر على التأثير نحن الأول مرة نرى القادة العرب مجتمعين نرى القادة العرب يتفقون على أهداف معينة يعني حدريك لو استمعت أكيد حدريك سمعت يعني عفوا يعني البيدن وهو يسجل ويدون عن كل زعيم عربي يتحدث في هذه القمة القضايا الفلسطينية أنا توقفت عند هذا المشهد كان القضايا الفلسطينية تذكر على لسان أي زعيم عربي وكأنه هو هذا الاتفاق الكبير لكل دولنا العربية والقادة بأنه لا حلول ولكن هي من أهم المحاور والقضايا اللي لازم يكون لها حال السؤالي الأخير وهو يعني خلينا نخرج من هذه القمة عايزة عدد من العنوين خاصة بالقمة العربية الخليجية الأمريكية ونعرف يعني ماذا كسبت دولنا العربية بعد هذه القمة وكيف رأت الإدارة الأمريكية هذه القمة كان من المهم جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستنع إلى مطارب عربية واضحة ومحددة في إطار من الندي والتوازن والشراكة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تجد شريكا في المنطقة العربية فهي مرحب بها ولكن في إطار من التفاعل المحسوب بدقة شديدة فإذا العنوان إيه؟ إدارة الشراكة ده عنوان مهم جدا في هذه القمة لأن آخر ما ورد في البيان الخاص بالقمة أن القمة مطروحة أنها تنعقد مرة أخرى وأن القمة ترحب بأطراف جديدة للانضمام لها في المرحلة القادمة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك استراتيجي للمنطقة العربية مرحب به دائما ولكن إذا تفهم حتمية أن يتطلع بمهامه وبمسؤولياته عن حل كثير من الإشكاليات في المنطقة العربية فأهلا به والقمة أيضا مفتوحة قمة جدة للأمن والتنمية لأنه لا تنمية بدون أمن منفتحة على باقي الأطراف سواء في الإقليم أو في العالم للانضمام لها من أجل تحقيق مصالح الشعوب العربية بشكر حضرتك جدا الكاتب الكبير أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة سياسة الدولية بشكرك شكرا جزيلا نورتنا بهذه الكلمات والرؤية لبيت للكل أهلا وسهد أهلا وسهد